نشر الفنان أحمد الفشاوي صورة لنجله وذلك عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فرحا بفوزه وببطولة في رياضة الكاراتي وعلق أحمد الفشاوي على الصورة قائلا ابن يكبر أقوى ويفوس في فئة الكاراتي استمر في التقدم حيث تفاعل معه عدد كبير من متابعيه بالعديد من التعليقات منها هو عنده ابن وما شاء الله ربنا يحفظه لك وما شاء الله أمر وغيرها من التعليقات الإيجابية كانت لينا ابنة الفنان أحمد الفشاوي قد نشرت صورة منذ فترة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تجمعها بولدتها وسيدة ألمانية بصحبتها طفلها تيتوس وكتبت لينا في تعليقها على الصور تؤكد أن تيتوس لم يكن بهذه الألفة في زيارته الأولى لها لافتة إنها استمتعت كثيرا بهذه الزيارة وهو ما يجعلها تشعر بالحزن لأنها ستفتقد متابعة شعرت حقا وكأننا نعرف بعضنا البعض طوال حياتنا وتابعت أنا محظوظة للغاية لإني لدي عائلة رائعة وأن يكون هناك إناسا يهتمون بي حقا مشددة على إنها تتمنى أن يتقرر لقاؤهم في المستقبل أكثر من جانبها تحدثت هندي الحنوي والدة لينا أحمد الفشاوي في برنامج منصات عبر سكاي نيوز عن ابن جديد لوالد ابنتها وقضية نسب أخرى رفعتها سيدة ألمانية هي أولد الطفل يدعة تيتوس تزعم نسبه لأحمد الفشاوي وعمره الآن 8 سنوات تقريبا وأوضحت الفنانة الكبيرة سمية الألف والدة أحمد الفشاوي في تصريحات سابقة له إنها لا تعرف شيئا عن الطفل تيتوس الفشاوي الذي ظهر مؤخرا وأعلنت والدته الأجنبية نسبه لنجلها أحمد الفشاوي وعدم الاعتراب به وأشارت سمية الألف خلال لقاءها مع الإعلامية وفاق الكيلاني ببرنامج السيرة المزاعة برقنات دي إنسي قائلة الله أعلم ما عنديش أي مشاعر أو معلومات عن الموضوع ده وسألت أحمد قال لي لأ ونفسي طلع لأ لأني عايزة حفيد هنا يبقى في حضن أبو أمه مش طفل بتاع لي لوحدة شكرا